للدين نور يهدي الحائرين السائلين إلى الطريق المستقيم يكشف الحقائق الغائبة ويجيب على المسائل الشائكة لفتح الآفاق الضيقة وإنارة العقول المظلمة والمتشككة وطمأنة القلوب الخائفة نتحاور مع الأبناء والآباء مع الشباب والشيوخ نستمع إلى كل التساؤلات التي تشغل بالهم والتي تؤرقهم بدون قطوط حمراء ولا وصاية من أحد حتى نصل معا إلى نقطة التلاقي ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالهداية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء خلق الله هذا الكون من أجل الامتحان والاختبار لبني الإنسان تبارك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملها فمنا من نجح ومنا من تعثر ومنا من فشل وصار الأمر على هذا المنوال الحلال حلال والحرام حرام والصحيح صحيح والقبيح قبيح وجاء أقوام بذنوب لم تكن من قبل يذكرنا ذلك بسيدنا لوط وكان إبراهيم عمه وهاجر معه فآمن له لوط وقال قال سيدنا إبراهيم إني مهاجر إلى ربي ولوط بعدما تعلم من إبراهيم كيفية التقوى ومعالم الحلال والحرام وما يرضي الله وما يغضبه أرسله الله سبحانه وتعالى رسولا ونبيا إلى قومه قوم لوط ابتدعوا في البشرية بدعة لم يسبقهم أحد من العالمين ابتدعوا أن يكتفي الرجال بالرجال وأن تكتفي النساء بالنساء وهو ما أطلقنا عليه بعد ذلك بالشذوذ لأنه حراف عن الفطرة التي خلق الله الناس عليها أتأتون الفاحشة ما سبقكم فيها أحد من العالمين يعني أنتم أول من تفعلون هذا في القرآن أن الله قد أنزل الملائكة من أجل عقوبة هؤلاء الذين يفعلون تلك الفعل القبيحة وفي النهاية جعلوا عاليها سافلها يعني خسفوا بهذه المنطقة وكانت تسمى سدو معمورية خسفوا بها الأرض يعني نزل الملك فأخذ ما كان في باطن الأرض وجعله أعلى وجعل الأعلى أسفل ونتج من هذا المكان الذي يسمى الآن بالبحر الميت بعض الناس بعد ذلك ومع النيو إيج والعصر الحديث الذي بدأ يظهر لميراسي التنويريين في القرن الثامن عشر والتاسع عشر خرجوا بفكرة أنه ليس هناك إله وأن هذا العالم مبناه الفوضى وأن كلما كنا في فوضى عارمة كلما حققنا النجاح والسعادة لأننا نتسق مع ما حولنا من هذا الكون هذه الأفكار وجدت مرطعا عند أحد الفلاسفة الألمان وهو نتشا الذي جاء منتميا إلى مدرسة هجل وهجل عندما جاء كان مؤمنا بأن هناك إله لكنه ليس إلها مفارقا يعني أنه داخل الكون وليس خارجا عن الكون وليس الرب رب والعبد عبد وهناك فارق بين المقلوق والقالق فالله سبحانه وتعالى في عقيدة المؤمنين من كل الأديان أنه خارج العالم أنه ليس داخلا ومحدودا في هذا العالم العالم كدائرة والله سبحانه وتعالى خارج هذه الدائرة وهذه الدائرة فيها الزمان وفيها المكان وفيها الأشخاص وفيها الأحوال والله منزهون عن كل ذلك فلما جاء هجل وقال أنه داخل الكون استغلها نتشة وقال أنا مؤمن باللي آمن به هجل وتيها ولئناها مدام ربنا داخل الكون يبقى مش موجود لأنه هيكون هو أي حاجة هو العصفورة هو الشجرة هو البحر هو الهوى هو الأرض من هو دم داخل الكون يبقى حل فيه يبقى الحمد لله نصدقته وهو مفيش ربنا ولا حال قلنا له الله أمال الدنيا تمشي ازاي ده احنا كده نخبط في بعضين قالقى القوي يغلب الضعيف الضعيف يأكل تبني ويسكت وتضرب على أفاة والقوي هو اللي يغلب قلنا له الله طب الست ربنا خلق ألا مفيش ربنا بقى ما تكتروش الكلام مفيش ربنا نقول الله يخرب بيت الكفر أو المشركين مفيش ربنا ازاي ده لو مكانش فيه ربنا الحكاية هتطلق بط قال لا الكون كما تراه انت شايف الكون ازاي ترى على شخصية شايف الكون ان ده حاجة ربنا خلقها وعيشنا وارسل الكتب الرسل وانزل الكتب وكلفنا بتكريف قال لنا صلوا وصوموا وذكروا ودعوا كده حاجة حلوة كده وقال لنا البيت ده رحولوا اتمروا وحجوا وهم عيشنا كده في برنامج حلو قال خلاص يبقى هو ده الحق طب الحمد لله يعني انت معايا قال لي لا لان لا فيه ربنا ولا فيه مقدسات ولا فيه محترمات ولا فيه اي حاجة قلت له طب وانت على الحق اه الحق متعدد الحق متعدد نسبية مطلقة قلنا له طيب يا نتشا النسبية المطلقة ده والكونه كمان رائع يعني اللي عايز نشوف طب انا شايف ان فيه اله بس ملوش دعوة بينا قال صح طب ليه دعوة بينا قال صح طيب افرض انه هو مفيش اله قال صح كله صح قال كله صح وتريح روحك طيب وده يفيد بايه انه احنا ما نجيبش السيرة دي خالص كل واحد ونفسه كده مع روحه طب الحقيقة والحق قال لا فيه حقيقة ولا فيه حق ولا فيه اي حاجة قلنا له طب الست يعني ضعيفة قدام لتزان الراجل ده ليه عضلات وكده فاكره الست كان يكره الستات اوي قال لا قلنا له بس ده انسان ومخلوق يعني معانا هنا في الارض احد مكونات الاسرة قال لا والع فيه نار يبا اذا احنا امام فساد ما اعلم بله ربنا لكن سميت هذه بالنسبية قعدوا ستين سنة يحولوا هذا الفكر ان ينزل الى معيشة الناس وبدأنا في الستينيات فعلا نخرج عن نطاق الموسيقى المحترمة المعتبرة بتاع بتهوفن وبتاع شوبان وبتاع الناس الكبيرة الدول الى البيتلز العيال البيتلز اللي هما اللي سميناه ما احنا خطأا الخنافس لان بيتلز يعني خنافس بس الاسبيلنج مختلف هما اصلهم الضجيق وظهر ناس اسمهم الهيبز والهيبز دول اه الله مش الاكل حاجة واحتياج قلنا لهم اه قال طب وقضاء الحاجة قلنا لهم برضو ضرورة قال خلاص بقى زي ما بنكل في الشارع برضو نعملها في الشارع ايه القرف ده انه بدأت من سنة خمسين يعني بعد موت نتشة بخمسين سنة تظهر حكاية طيب عايزين نغير كل حاجة عايزين ما يبقاش عندنا قيود ويبقى الانسان كده قادر على الابداع وقادر على الانطلاق قلنا لهم دي نعملها ازاي قالوا في خمس حاجات عايزين نقضي عليهم ايه هما قالوا حكاية سلطة الدين دي الدين ده بوص دماغ قلنا لهم وبعدين قالوا الثقافة برضو حكاية مزيكة ومش مزيكة حكاية رسوم حكاية اتساق جمال بلاش منها ونمرى تلاتة الاسرة قلنا لهم دي نفكها ازاي ان شاء الله قالوا بدل ما يكون الاسرة نمطية راجل وست ويخلا فقف امان تلا عيل ولا بنت ولا كده قوم نخليها سبه اتنين رجالة او اتنين ستات اربعة بقى اللغة عايزين نقضي على اللغة ونمرى خمسة الدولة عشان الدولة عملان برضو ضغط على دماغنا ويقول لك قانون ومش قانون وامشي هنا وما تمشي ش هنا وقف لا احنا مش عايزيك عايزين الانسان يكون حر نرى ما الذي سيكون من نسبية نتشة التي طبقت بعد خمسين ستين عام واصبحت هي المهيم على المناهج الدراسية والتربوية في العالم الغربي خاصة وايضا هذه مفاهيم العصر الجديد للقضاء على السلطة السلطة الابوية في سورة الاسرة والسلطة سلطة الدولة سلطة اللغة سلطة الدين سلطة الثقافة بدعوة أن هذا يتيح للإنسان انطلاقا وابداعا وأن الابداع يأتي مع الحرية وعلى ذلك فلابد من التحرر من كل سلطة بدأ التدهور ابتداء من 1950 حيث دعى منتمين إلى الديانة اليهودية أن الشزوز هذا شيء موجود في الكتاب المقدس وأنه لا بأس به جماهير اليهود رفضوا هذا وقالوا هذا نوع من أنواع تحريف الكلم عن مواضعه وأنه ليس هناك ما يبيح هذا الفعل وأنه محرم في الديانة اليهودية وكأنه باتفاق وفي السبعينيات ظهرت إحدى المنظمات لتدعي أن ذلك موجود أيضا في المسيحي وتأخر الأمر بالنسبة إلى الإسلام إلى التسعينيات حيث ظهرت بعض الدعاوي مؤسسة سمت نفسها في أمريكا بالفاتحة بأنه أيضا الديانة الإسلامية تبيح هذا أو لا تراه معيبا واستدلوا بأمور مضحكة ولكن الفاتحة ظلت تبث سمومها من التسعينيات حتى حدثت أحداث 11 سبتمبر وبدأت المخابرات الأمريكية والجهات الأمريكية تبحث عن كل ما يتعلق بالعرب والإسلام والمسلمين فكانوا من ضمن الأشياء اللي يتوصلوا ليها كلمة أل فأول ما يلاقوا حاجة أل يجي منحققين معه الفاتحة يبقى دون حاجة ليها علاقة بالديانة الإسلامية أو بالعرب أو بكذا إلى آخر هاتوا حققوا معهم فغيروا اسمهم إلى اسم تاني مالوش دعوة بالفاتحة ومالوش دعوة بالدين أصلا ومحدش يسمع عنه كلام ده حصل سنة 92 وتغيروا سنة لما حصلت 11 سبتمبر سنة 2000 ولا 2001 ولجاية النهار ده 24 سنة ولا واحد فيكو يمكن سمع المعلومة دية بتاعة القصة احنا عاديين ندرس ونبحث معلش لكن محدش سمع الكلام ده ويمكن بتسمعوه الأول مرة بنحاول ان احنا زي ما تعودنا في التفاعل ان احنا نسمع بعض الأسئلة اللي بتقول في بعض أذهان الناس فنبدأ في حد عايز يسأل سؤال كنت عايز يسأل حضرتك لو احنا في بلاد مثلا بلاد الغرب مثلا واضطرد فيه أسرة مسلمة بتعيش هناك وهناك مترسخ الفكر أو هما متعايشين مع الفكر بتاع المثلية ما فيش مشكلة منه يعني ازاي ممكن حد يكون عايش برا يقنع ابنه بان الفكر ده فكر تشاز أو فكر مش متسك معنا يعني ده لو احنا عايشين برا وبالنسبة هنا الحاجات دي بقت تبس ممكن في الأفلام الكارتون أو تبس في الأفكار الموجودة ازاي نربي أولادنا تربية سليمة ونقنعهم بان الفكر ده فكر مغلوط بالتربية يا عمالية سهلة المثال الصالح داخل الأسرة بيربي الإنسان عمالية سهلة جدا إن أنا لما ينشأ الطفل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه هو قبول هذا أو السكوت عنه هيأتي من الأسرة الخطورة في إن الكبار يقتنعوا بهذه الطرهات فإذا اقتنعوا بتلك الطرهات بدأوا في ورطة كبيرة وهو ورطة القبول إنه ده شيء مقبول وهو لا مقبول لا ديانة ولا عقلا ولا فطرة ولا مقبول من أي جهة وظل عدم القبول مسيطرة على العالم لغاية 2005 آخر دولة بدأت في الغرب تصدر قوانين تبيح هذا الهراء هي فرنسا 2005 حكم القاضي على أحد القصاوسة الذين كانوا يدعون إلى هذا بعدم الترسيم لأنه مخالف للنظام العام النجح في العصر الجديد هو أن يأخذ توثيق أو سكوت حتى بناء على أن العالم كما تراه عايزين نسكت فراهم دخلينها في إطار يكون في عقوبة لمن يعارض إيه العقوبة إنك ضد حقوق الإنسان وجلسنا معاهم ورفضت مصر هذا في في وثيقة السكان وفي وثيقة السيداو رفضنا هذه البنود التي تجعل هذا الفعل الخبيث من حقوق الإنسان وقلنا لهم بالصريح المريح وإحنا رفضين إلى الآن وهناك ضغوطات كثيرة من الأمم المتحدة على مصر إنها توافق لكن الحمد لله لسه المحور الإسلامي مش موافق على هذا إطلاقا وميقولوا إيه عشان يضغط يقول ده إن لهم إيه إن لهم حقوق الإنسان هي المتفق عليها ما الجلش تألف حقوق للإنسان فيها نوع من أنواع الفساد فيها نوع من أنواع المخالفة لديني أو لحضرتي أو لثقفتي أو لنشأتي وتقول لي ده حقوق الإنسان لأن أنت بالشكل ده بتظلمني أو بالشكل ده بتهني ولذلك نجحنا في هذا غيظ تام في هذا المجال وبنقول لهم والله الشعب مش موافق الشعب بيرفض هذا يأبا لا يريده طبعا نعمل إيه في الشعب ولذلك الثقافة المنتشرة العامة لها تأثير قوي جدا في اعتبار هذا انحرافا يحتاج إلى علاج يحتاج إلى علاج نفسي وإلى علاج جسدي وإلى علاج طبي وإلى ليكن ما يكون لكن القبول العام الذي يريدونه يريدون أن يغيروا وجه البشرية في حد عايز يسأل تفضلي بعض الشركات الانترناشنل الموجودة في مصر بيشتغل فيها شباب كتير فبيكتشفوا أن المديرين الشركات ده بيبقوا من الشواث وبعض اللزومة من الشواث فلما بننصح الناس دي أن يسيبوا الشغل فبيقولوا لا دي فرصة رهيبة جدا ومش ممكن يسيب حاجة زي دي ولو قلنا لهم طوافل مجد مش هتبقى شيء من الاستهانة بالفعل الفاحش ده العمل في الظروف اللي زي الحرام حرام واحد جاي يقول لي والله احنا عايزين نتاجر في الخمر لأنها بتكسب أو في المخدرات لأن المكسب بتاعها حلو حرام نعم في حد تاني عايز يسأل تفضلي ليه بيخاف المسلمين من المثلية الجنسية على المجتمع ومش بيتبص ليها على أنها ممكن تبقى مجرد علاقة زنا هي اختلف الصحابة الكرام هو هذا الفعل الخبيث الذي هو ضد الفطرة أصل الزنا منسال مع الفطرة فيه جاذبية واقعة بين الرجل والمرأة خلقية ربنا سبحانه وتعالى وضع هذه الجاذبية بين الرجل والمرأة من أجل عمارة الأرض إنما ده لزمها ولا حاجة هو نوع من أنواع الفساد الفكري قبل أن يكون نوع من أنواع داعية الطبعة ففي فرق كبير بينهما ده ملوش لزمة لكن ده ليه دافع ده ملوش دافع ملوش لازم أنت عملت كده ليه ولا حاجة استهانة نوع من أنواع التعود يكون وعد تدي عليه وهو صغير فتعود على ذلك يكون يعني فيه انحراف فيه شزوز لكن الزنا بالرغم من حرمته وأنه فاحشة وأنه فيه حد وحد كبير ليس سهلا ولذلك اتفقت الصحابة على العقوبة لهذا واختلف هو مثل الزنا واللي أعلى من الزنا واللي أقل من الزنا دا ممكن نفكر فيه وممكن ان احنا نختار اللي احنا يكون أقدر لنا في خيادة هذه المسألة ومقاومتها على كل حال نستمر في البحث وفي الاستهداء بنور الدين وإلى لقاء آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى